النادي الأهلي ماشي بخطوات سابتة أو بخطة سابتة في جميع المسابقات يعني حتى لو تيجي تتكلم على الفترة اللي فاتت الصعبة جداً انت كنت بتلعب في كاس العالم طالع من دوري داخل في مسابقة كاس مصر وبطولة إفريقيا كمان بعدها فانت الحمد لله رب العالمين عشان الناس بس اللي بتتكلم بس لما نيجي نحسيبها بالورية والقلم انت بتاخد معارك في أكتر من جهة دوري انت الحمد لله رب العالمين زي ما ركبات انت أول الدوري وبفارق كبير الحمد لله رب العالمين ولو مشي النادي الأهلي بالإسلوب دوت الفترة اللي جاية ان شاء الله الفترة الصعبة اللي جاية ان شاء الله على نفس المعدل النادي الأهلي هيحسم البطولة قبلها بكذا مبارا يعني 4-5 مبارات ان شاء الله بإذن الله طيب ده دي المعركة الأولى اللي احنا بنتكلم عليها انت بطريقك ان شاء الله لاستعادة اللقب اللي غايب عننا بقاله موسمين فيهم بعض الحاجات بيقدينا وفيهم بعض الحاجات ما كانش بيقدينا عشان برضو يعني ايه ما ننساش تلعب في كاس مصر السنة اللي فاتت والسنة دي وسابقة تانية الحمد لله الحمد لله برغم الانتقادات الكتيرة اللي كانت في فترة من الفترات على لعبة النادي الأهلي وجهاز النادي الأهلي والمنظومة ككل قدرت تحسم كاس مصر الصالحك بالفوز على بيرامدز طيب هدي تاني بطولة كنت بتلعب في كاس العالم وانت بتلعب في كاس العالم ومضغوط وعندك مبارية تلعب في اتناشر يوم اربع مباريات من العارة التقيل وحصلت على المركز الرابع كنا نتمنى برونزية ولكن جبت رابع كاس عالة بعد كاس العالم رجعت على بطولة افريقيا والكلام اللي حصل الكتير بعد مبارات سانداونز واني النادي الأهلي مش هيكمل والنادي الأهلي يوقع والنادي الأهلي مش عارف ايه هيحصل له ايه لا ونشوفكم بقى كمان مش عارف كم سنة النادي الأهلي يكمل ووصل له دور التمانية معركة تلتة ووصل له دور التمانية وحيلعب ان شاء الله مباراته مع الرجاء كاس مصر انت كسبته وكاس مصر مش بطولة واحدة انت بطولتين ان شاء الله ان شاء الله بس هنستنى لخمسة مايو وبعدين نتكلم عليه انت كسبت كاس مصر وعندك كاس السوبر يوم خمسة مايو كاس السوبر دي بطولة تانية ان شاء الله النادي الاهلي قادر لانه يجي وبعدين وانت بتلعب في معمعة الدوري دي والضغوطات الكتير وعدم المساعدة في بعض الاحيان من الناس المسؤولين عن جدول الدوري وانت شغال وماشي في سكتة ارهاق على اللعيب اه في ارهاق في ضغوط اه ولما نقول كده احنا ما يعني ما بنعملش مبرات لان انت بتكسر مبرات على ايه انا بكسر بس لازم اقول اللي حاصل مش حاجة النادي الاهلي بيكسبها بس في ضغوطات على اللعيب في ارهاق في بعض الاغوات في اصابات كتير ما احنا شايفينها ولكن النادي الاهلي ماشي في سكتة النادي الاهلي برضو ماشي في سكتة عمالين نتكلم على كاس وكاس عالم وكاس مصر السنادي اللي خدناه واول دوري يعني انت ماشي كويس ماشي كويس في سكتك وبطولة افريقيا داخل دور التمانية وعندك مع مع الاسبوع الجاي يوم اتنين وعشرين تاني يوم العيد ان شاء الله مع الرجاء المغربي هنا فانت ماشي في كل السكت ماشي كويس يبقى الوضع الطبيعي الوضع الطبيعي اللي هو ماشي عليه النادي الاهلي هو ده اللي احنا ماشيين فيه فالوضع الطبيعي من جماهيرنا كهي العادتنا يعني دائما يعني جماهير النادي الاهلي وراء النادي الاهلي وراء العيب النادي الاهلي وراء المنظومة إنما الجماعة بقى اللي هم بيعودوا يتكلموا على النادي الأهلي مش عارف ما حصل كذا طبعا دي النادي الأهلي هو بيقول لكم أنا في كل المسابقات ماشي كويس من بداية من كاس العالم وقبله منشات الدوري وبعدين كاس مصر وبعدين بطولة أفريقيا والحمد لله العملية ماشية والنادي الأهلي بيثبت يوم بعد يوم إنه هم مش عايز أقول نمبر ون إنه هم إنه هو رقم واحد في مصر رقم واحد الإدارة كابتن عامل طبعا ما هي منظومة متكاملة هي منظومة متكاملة أي منظومة بتنجح رقم واحد الإدارة في كل شيء ما نقول لك هي منظومة متكاملة فالنادي الأهلي ماشي في سكته النادي الأهلي ماشي في سكته طالب إيه طالب الدعم والمساندة بس وإحنا كجماهير النادي الأهلي كلنا ورا فرقيتنا ورا المنظومة ككل ورا المنظومة ككل لأن النادي الأهلي سكته معروفة هو ماشي كويس في السكة دي فالفترة اللي جاية فترة صعبة ماتشات سئيلة فأكتر من مسابقة ولكن نادي الأهلي ماشي فيها وإن شاء الله إن شاء الله ربنا يكرمنا السنة دي بالبطولات كلها كابتن عادل ألف مبروك